بهذه الاتفاقية بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والمندوبية العامة لاتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر ومفوضية الأمن الغذائي سيتم تموين أكثر من 700 مدرسة بمواد غذائية يستفيد منها أجد من 77 ألف تلميذ في جميع ولايات الوطن خلال هذه السنة الدراسية وذلك في إطار المكونات الوطنية لبرنامج التغذية المدرسية في سنته الثالثة حيث سيشهد عدد المستفيدين خلال هذه السنة زيادة 31 ألف تلميذ سعدني أن أشارك جمعكم الكريم توقيع اتفاقية شراكة بين قطاعاتنا وهي الشراكة التي ستمكننا لمحالة من التسيير الجيد للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية هذا البرنامج الذي يأتي تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية لما لها من أثر بالغ على نمو طاقات التلاميذ والرفع من مستوى تحصيلهم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ومفاوضة الأمن الغلائي أبرزا في كلمتيهما بالمناسبة الجهود التي بدلتها الدولة في مجال التغذية المدرسية إن هذه الرؤية المستنرة التي من شأنها أن تنهض بالطبقات الهشة في بلادنا هي ما جعل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآذر تتولى للعام الثالث على التوالي العبء الأكبر من تمول هذه الاتفاقية حيث تبلغ النسبة التي تتولها التآذر هذه السنة في هذه الاتفاقية 77% بمبلغ قدره مليار وستين مليون وقية قديمة سيسمح بكفالة 77 ألف تلميذ على كافة التراب الوطني فضلا عن قيام المندوبية العامة بإدراج بناء مقر للكفالات المدرسية في مختلف المنشآت التعليمية التي تقوم بإنشائها يأتي توقيعنا على هذه الاتفاقية الخاصة بالتغذية المدرسية في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز التمدرس في الأساط الهشة تطبيقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الرامية إلى خلق إنسان موريتاني متسلح بالعلم والمعرفة وإلى محاربة جميع أنواع الغبن والتهميش ولن يتسنى ذلك إلا عن طريق خلق وعي حقيقي بضرورة محاربة التسرب المدرسي ومنح حوافز للطبقات الهشة ضمانا لبقاء أطفالها في الفصول الدراسي وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي السلطات العليا إلى توفير جو ملائم للتلامذي يهدف إلى خلق إنسان موريتاني مسلح بالعلم والمعرفة كما يهدف إلى محاربة جميع أنواع الغبن والتهميش في الوسط المدرسي يعقب اللصوفي الموريتاني ترجمة نانسي قنقر